السلام عليكم أعرفكم اليوم على واحد من أكبر منتزهات البرية الطبيعية في السعودية ومن أجملها ألا وهو منتزه التعلان الوطني الذي يقع في محافظة الخارج وأصبح من الأماكن التي أعيدت إليها الحياة البرية الطبيعية بعد أن أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية عدد من ضباء الريم في المنتزه الذي هو عبارة عن وادي له مدخل واحد فقط وأعتذر منكم أنه لا نستطيع الدخول للوادي كونه مغنق للتطوير كما تعلمون والبوابة مغنقة كما ترون المنتزه تستطيع المصول له مع طريق الرياب حوطة بني تميم والذي يحدى المنتزه الشرق بما يحده من الغرب سلسلة جبال طويق وشمال الوادي ماوان وجنوبا طريق صحراوي يصل إلى مركز العام والحريق مساحة هذا المنتزه الكبيرة جدا حيث تبلغ 58 مليون و295 ألف متر بربع وهو عبارة عن وادي طويل يتميز بمقوماته الطبيعية التي تتمثل كثافة غطاء نباتي المتنوع من أشجار السلم المعمر ونبات الحم ونبات العشر ونبات المرخ وأنواع أخرى كثيرة إضافة إلى الأعشاب الموسمية التي تنبت في موسو الأبطار وله طبيعته وتكويناته وتضريسه الخاصة على انتداد الوادي وهو من الأماكن المناسبة للمشي تسلق أضف لذلك طبيعته ونقاء وجمال الرمل وأنواع من الحصى التي تغطي الوادي بمختلف أحجامها ناعمة الملمس نتيجة عمليات التجوية عندما يجري السيل في الوادي يوجد بعض الغابات الصغيرة على مساحات في منعطفات الوادي تشكلها أشجار سمر المعمرة التي تعطي جمال طبيعي ومشهد خلاق حقيقة سبق ودخلت هذا الوادي قبل عدة سنوات عشنا فيه أمتع وأجمل لحبات والجميل فيه أن عندك مساحة تستطيع أن تبقى بعيدا عن أي رزع تتأمل فيها الطبيعة وخلق الله سبحانه وتعالى وتستمتع بهذه الأشجار وبهذا الهواء وهذه الجبار المحيطة بك من الخدمات التي وفرها مشروع التطوير دورات المياه وهذه لقطة لحدها وهي تحت الإنشاء ولا شك أنها سوف توفر فيه خدمات كثيرة من أهم خدمات الإرصالات حيث أنها معدومة تماما في الواد هذا المنتزع عند استكماله بإذن الله يتوقع أن يكون رافدا لمنتزعات منطقة الرياض التي يبلغ أددها 18 منتزعات مثل منتزع الغاب الوطني ومنتزع سعد ومنتزع زلفي أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم وقدمت لكم المادة وإلى اللقاء